برفض واستنكار واسعين قوبلت التعديلات المطروحة على قانون الجنسية العراقي فقد اعتبر مراقبون وناشطون تعديل القانون انتهاكاً لسيادة العراق ومحاولة لتدمير نسيجه المجتمعي وسط مطالبات شعبية بإيقاف هذه المحاولات البرلمان كان قد أنهى الاثنين الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية المقدم من لجنتين الأمن والدفاع والقانونية دون البت فيه وإثر جلسة البرلمان تعالت الأصوات الغاضبة والمحذرة من تداعيات هذه التعديلات الناب محمد إقبال اعتبر التعديلات انتكاسة خطيرة مؤكداً أنها ستؤدي لتغيير ديمغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس بل والمقصود في بعض الأحيان مبيناً أن القانون تضمن منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي مع الإشارة إلى منح صلاحيات واسع لوزير الداخلية لمنح الجنسية خلافاً للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية وفي السياق نفسه أكد رئيس كتلة النهج الوطني نيابي عمار طعمة أن مشروع تأديل قانون الجنسية تضمن ثغرات تؤدي لتغيير ديمغرافي وتفتح المجال لمنح مجهولين الجنسية العراقية في كل دول العالم توجد تجديدات وتوجد قيود وشروط مشددة في عملية منح الجنسية منها مثلاً اشتراط مدة الإقامة للزوج غير العراقي أو للزوج غير العراقية ولنفس الأولاد أيضاً مدة قابلة كما تعلمون سيكون جزء من هذا البلد فيفترض أنه يعيش فيه فترة طويلة من جهته رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي عدنان الأسدي أن مقترح منح الجنسية للأجانب لمن أنضى عاماً واحداً بالعراق مليء بالقنابل بينما أكد السياسي المخضرم حسن العلوي أن الهدف من هذا القانون هو تجنيس الزائرين وهما يعني أنه خلال سنتين فقط ستملأ بغداد بأكثر من ثلاثة ملايين إيراني وضيفاً أن كل من أعد وساند ووفق على تلك التعديلات ليس عراقياً مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية حاولت تبرير التعديلات بالقول أن القانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 لا يزال نافذاً حيث أن الذي يرغب بالتجنس يشترط إقامته لمدة عشر سنوات متتالية مضيفة أن التعديل الذي يراد إجراؤه هو الاستثناء الإيرانيين المسافرين في عهد النظام السابق والبالغ عددهم ثلاثة ملايين فيما عرف حينها بالتبعية في تأكيد فاضح للهدف الذي يراد من وراء هذا القانون والجهة المستفيدة منه ولتتكشف مرة أخرى حقائق جديدة عما يحاك سراً وعلناً للعراق والعراقيين